اعلنت حركة طالبان الافغانية مسؤوليتها عن مقتل ثمانية اجانب شمال شرقي افغانستان وقال متحدث باسم الحركة ان القتل الثمانية كانوا مبشرين يعملون على نشر الديانة المسيحية بين السكان المحليين وهو امر نفاه مدير المنظمة الخيرية التي كان يعمل الضحايا لمصلحتها روايتان مختلفتان عما حدث لثمانية اجانب في ولاية بطخشان شمال شرقي افغانستان الرواية الاولى طالبانية تتحدث عن مبشرين مسيحيين كان بحوزتهم اناديل مترجمة الى احدى اللغات المحلية وعملوا على نشر مسيحية بين السكان المحليين في المنطقة لكن المنظمة غير الحكومية التي كان يعمل لمصلحتها الضحايا تفند هذه الرواية ارسلنا فريقا من اضباء العيون الى ولاية نورستان وكنا على اتصال معهم كل يوم ثم انقطع الاتصال الخميس الماضي بعد ذلك علمنا من سلطات المحلية هناك انه تم العثور على عشر جثث ترجع ثمانية منها لاجانب واثنتان لافغانيين العاملون من الاجانب كانوا ستة امريكيين وامرأة بريطانية واخرى المانية تعرف منظمة بعثة المساعدة الدولية عبر موقعها الالكتروني نفسها على انها منظمة خيرية مسيحية تؤمن الحيزة الاكبر من خدمات طب العيون للافغان في مناطق في البلاد عدة ليس جديدا ان يتعرض عاملون في احدى المنظمات الخيرية الدولية العاملة في افغانستان الى هجوم تتبناه طالبان ففي اب اغسطس من العام الماضي قتل اربعة موظفين اجانب كانوا يعملون لمصلحة منظمة لجنة الاغاثة الدولية في هجوم بولاية لغار جنوبي البلاد وفي العام 2007 اختطف الطالبان 23 شخصا من كوريا الجنوبية كانوا يعملون لاحدى منظمات الاغاثة جنوبي البلاد قال الطالبان وقتها انهم مبشرون مسيحيون يعملون لاحدى الكنائس في سيول قتلت الحركة شخصين وافرجت عن الباقين بعد ان تعهدت كوريا الجنوبية بسحب جنودها من افغانستان تقول هذه المنظمات ان عملها يحمل طابعا انسانيا وخيريا لدعم الافغان وان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة عن طبيعة عملها وان الفقراء والمحتاجين من الافغان هم من سيدفع ثمن خروجها من الاراضي الافغانية لكن هناك من يشكك في مقاصد هذه المنظمات التي تعمل في المناطق الساخنة حول العالم كافغانستان والعراق اذ يتهمها البعض بالعمل تحت سطار المساعدات لنشر المسيحية بين المسلمين هناك ويقولون ان التفاقم والفقر وغياب الوعي يجعلان من الممكن التأثير على البسطاء من المواطنين في تلك البلاد احمد ماهر بي بي سي